بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين هذه رسالة وصلتنا من أخ كريم من الجزائر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أهلنا في الجزائر وفي كل مكان وفي كل بلاد المسلمين بحفظه فالله خير حافظ الله وأرحم الراحمين يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم من الجزائر متابع لقناتكم في اليوتيوب وأنا منتج تمور صنف دقلة نور أريد مساعدة منكم حول كيفية حفظ وتخزين التمور في غرف التبريد السالبة لأننا في الجزائر كمنتجين لدينا مشكل في حفظ وتخزين التمور والحفاظ على جودتها نرجو منكم إفادتنا بشروط الحفظ المثالي من حيث درجة الحرارة المناسبة وطريقة التغريف وكيفية وضع المنتج في غرف التبريد وفقكم الله وجزاكم خيرا حياك الله يا أخي الكريم ونسعد بتواصلكم وتواصل الجميع من كل مكان ومن كل منطقة وبالذات نحن المزارعين نود أن نتبادل الخبرات في كل ما يخص النخيل من الإنتاج ومن الخدمات ومن التخزين ومن التسويق ونسى الله سبحانه وتعالى أن نجعل في ذلك علم ننتفع به في الجميع أخي الكريم نحن سنذكر لك ما نقوم به في مزارعنا وإنتاجنا ويقوم فيه كثير من المزارعين في المدينة المنورة وفي غيرها من المناطق في المملكة فبعد التطور الحديث وظهور الآلات وظهور الأدوات وظهور الكهرباء من سنوات أصبح بعض المزارعين وكثير من المصانع تستخدم غرف التبريد للمحافظة على التمور فكثير من المزارع الكبيرة يوجد مستودعات تبريد لحفظ التمور وهذه المستودعات لها نوعين نوع تبريد ونوع تجميد وسوف نظهر في هذا الفيديو صور لهذا الموضوع يوضح فيه ما نقصد ولكن هناك نوعين غرف تبريد تحفظ فيها التمور في درجة الصفر المأوي أو درجة خمسة درجات فوق الصفر أو تحتها بقليل هذه تخصص للتمور التي لا تسوق رطب تمور طرية ولكنها جافة أي كما تعلم نحن كمزارعين أي نخلة من مراحلها تبدأ بعد التلوين يبدأ الرطب يسميه في المملكة المناصيف مثل أشهر نوع من الرطب عندنا روثانة المدينة هذه روثانة المدينة تخزن رطب لأنها ترغب رطب بالذات في شهر رمضان حيث تحافظ على نفس شكل الرطب المناصيف فهذه تحفظ بالتجميد إلى درجة خمسة وعشرين تحت الصفر للمحافظة على قوامها رطب مناصيف يعني المستهلك يأخذها رطب لذلك تحتاج إلى تجميد عالي غالباتها إلى خمسة وعشرين تحت الصفر حتى تحافظ مدة عام على جودتها وشكلها بقدر الإمكان النوع الثاني وهي الأغلب وهي التمور بقية الأنواع من التمور بمختلف أنواعها فهي تحفظ في التبريد بدرجة صفر مئوي أو بدرجة إلى خمسة درجات فوق الصفر ولكن نفضل درجة الصفر فهذه تحافظ على جودتها وتحافظ عليها من التسوس لفترات تصل إلى سنوات إذا حفظت في هذه التبريد طبعا تعمل أربع وعشرين ساعة باستمرار فكما ذكرنا نوعين من طريقة حفظ التمور بالنسبة للتمور بالنسبة للروثانة الرطب مثلا وهو ينطبق على أي صنف من الرطب توضع في علب بلاستيكية ومحكمة الغلق ثم توضع ترص برفوف بكراتين معينة برفوف داخل غرف التبريد وتحفظ على خمسة وعشرين تحت الصفر ويجب أن يكون من يعمل في التجميد يكون حذر جدا وتكون لديه هناك طاقة احتياطية مثل مولد احتياطي أو كهرباء احتياطية لأنه لو انقطعت الكهرباء عن غرفة التبريد ليوم كامل بدون وجود كهرباء ثانية أو حتى لساعات تتغير تتغير قوام الرطب وقد يفسد يعني يفسد يفسد من ناحية جودته وليس من ناحية صلاحيته لكن لو ظل طبعا لفترة طويلة بدون تبريد الرطب يفسد أما التمر فيحفظ على درجة الصفر المئوي هذا مختصر ما نستخدمه سوف نعرض فيديوهات الآن عما نعني هذا مثال لعجوة المدينة هي من التمر التي تحفظ بالتبريد على درجة الصفر المئوي توضع في كاراتين ثم توضع في الثلاجات وهذا عمرة المدينة من الأصناف التي توضع في التبريد على درجة الصفر المئوي أو خمس درجات لكن فضل الصفر المئوي وهذا صنف الصفاوي من أصناف تمور المدينة المشهورة هذه ثلاث أصناف من تمور المدينة المشهورة تحفظ بالتبريد هذا مستودع التبريد مثال لمستودع تبريد في إحدى المزارع مستودع تبريد كبير طبعا يظهر الباب والعدات الآن درجة الحرارة تقريبا ثلاثة تحت الصفر هذا يحفظ فيه التمور بكاراتين التمور التي ذكرناها المشهورة مثل عجوة المدينة والصفاوي والعنبرة تحفظ بدرجة الصفر المئوي المحافظة على جودتها لفترة طويلة دون أن تتغير أو تتعرض للتسويس طبعا ننصح جميع المزارعين أن يوجد لديهم مستودعات تبريد لأنها أساسية في المحافظة على جودة التمور المحافظة عليها هذا مثال لمستودع التبريد وليس التجميد التجميد نفسه ولكن في قدرة التبريد أعلى هذا يا أخي ما أحببنا ذكره في هذا الموضوع ونسى الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم وللجميع ويوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اشتركوا في القناة